ومازال حدثنا عن الحوار الوطني مستمر والحقيقة أن كل أطراف القوة السياسية في مصر يعني زي ما قلنا لحضراتكم على موعد مع انطلاق الحوار الوطني ويمكن دور كبير جدا الحقيقة وفكرة دمج كل الأراء زي ما كنت تتكلم يا شازلي دمج كل الأراء لإعلاء مصلحة واحدة وهي مصلحة الوطن مصلحة مصر عشان نقدر نوصل لأفضل الخيارات إن كان اقتصاديا سياسيا اجتماعيا محتاجين كل رأي يقدر يشير لنقطة ضوء أو نقطة انطلاق نقدر أن ننطلق منها إلى الجمهورية الجديدة زي ما قلنا لحضراتكم اختيار الأستاذ دياء رشوان منصق عام لإدارة الحوار الوطني أيضا اختيار المستشار محمود فوزي رئيس للأمان العامة الفدية لإدارة الحوار اختيارات موفقة وأشاد بها وأثنى عليها كافة الطيرات والأحزاب السياسية التي تشارك أو التي ستشارك في هذا الحدث الهام إزاي استقبالة الأطراف السياسية التي ستشارك في الحوار الوطني هذه الاختيارات ده لنعرفه من الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار اللي بنرحب به معنا على التريفون في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير أستاذ المجموعة أنا أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك يا دكس وأهلا بحضرتك يا فندم في البداية خلينا نعرف من حضرتك استقبال دعوة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حور وطني مع كل القوى والطائرات السياسية. وأنا أتساءل هنا أيضا عن التوقيت يا فندل. حضرتك الدعوة من الأول ما أطلقها فخامة الرئيس في إصطار الأسرة المصرية. الحياة ساعدنا بها جدا وحسنا أنه ده توقيت مناسب جدا لأنه مفهومنا وإحنا شايفين أن دعوة الحوار الوطن هو دعوة للبناء لتكملة البناء. ثبتنا أركان الدولة مصر أصبحت مستقرة أبنيا وملامح الخطة السياسية الخطة الاقتصادية موجودة البنية التحتية موجودة. فدعوة لكل الأطراب المعنية في البنسة وقت من أحزاب أو مؤسسات لدعوة للبناء لتكملة المبنينة عشان نوصل للكمورية جديدة بما يعني. فإحنا شايفين أن هذا شكنا أن التوقيت مناسب جدا وأنه الدعوة ترسي مبادئ جديدة وهي أننا جميعا مدعوين لإعادة تكملة البناء. وأيضا لأفكار جديدة لأنه لما نروح لجمهورية جديدة يبقى لازم نكون فيه أساليب جديدة أفكار جديدة أسلوب جديد. وتتسأل الجميع أيضا يا فن. نعم. وأيضا تتسأل الجميع. بالتأكيد. بالتأكيد دعوة للبناء دعوة لتكملة البناء لأنه في بعض من الناس أو تخيلوا أنها دعوة للشكل أو دعوة للمطالب. أو لا إحنا بجيبين عشان نضع جميعنا أنا تصوري أن طبعا هذا الوضع الحالي اللي إحنا فيه هيبقى فيه مقترحات للبناء. تكملة البناء. مش عايزة أقول البناء لأننا عدنا مراحل كتيرة في البناء. فنحط الأفكار في الأفكار هبقى فيه ردود على الوضع الحالي الإمكانيات الموجودة. كل جهة سياسية حزاب سياسية ونقابات تبتيجي تقول أفرحاتها وإزاي نبني معها أو نكمل البناء. عشان كده بقول لحظة أن التوقيت مناسب جدا الدعوة في توقيتها. طيب عظيم دكتور أسام من أهم أداب الحوار الوطني هو تقديم المصلحة العليا الوطن عن المصالح الحزبية والمصالح الفئوية. زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي. عايزين نعرف منك إزاي استعديته في الحزب. إيه هي أجندتك وملفاتك. حالتك إحنا من فترة كنا بنرصد التطورات التي حصلت في البنية التحدية في مصر ومصر. وإزاي نحن ماشيين بخطوات ثابتة التطورات التي تمت في معالجة أخطاء كثيرة في الماضي. مثل مثلا البنية التحتية والطاقة بنختلف أنواعها. يعني سواء كانت الكهرباء أو سنة داخل في مرحلة استخناء عن جزء كبير من الاستراد. ترسيم الحجود المحرية. وبالتالي أقدر أنقم عن حقي في النفط اللي أهمل سنوات طويلة جدا والغاز. وده اللي نخلينا النهاردة وقفينا على ذا كلنا. يعني إحنا لو تخيلنا حضرتك أنه لو ما تمش كل ده في ظل جائحة كورونا ثم تلاها العملية الروسية الأوكرانية. ما زلت كان سيحفظ؟ هكذا يعني إحنا في وقت وجيد جدا ما صنعه في القياة السياسية ومصر في الفترة الثمان سنوات. الحقيقة دول عديدة بتأخذ عشرات سنوات علشان تنكفزهم. لكن إحنا درسنا كل ده بالإضافة أن إحنا درسنا أيضا بعض الظواهر المجتمعية في تغيير في الشخصية المصرية. والزواهر إحنا عشان دروح جمهورية جيدة لازم يكون كلنا نتسلح بشخصيات تناسب هذه الشخصية الجديدة. مظهومنا لثقافة التعليم. مظهومنا لثقافة العمل. ثقافة التعامل مع الآخر. بما كيها مظهومنا للحوار ومظهومنا للمعارضة والاعتراض. أقصد أن الاعتراض ليس الاعتراض لمجرد الاعتراض. لو أنا داخل إعلاء المصلحة العليا للوطن. لابد أن أعترض ولكن لما أعترض لأعترض لي. طيب إيه الأساليب اللي أنا أقدر الحلول لاعتراض. يكون عندي سيناريوهات بديلة مظبوط. نعم يا فندي. يكون عندي سيناريوهات بديلة. يعني أنا أعترض على حاجة لكن عندي خطة بقدم فكرة. أدي حضرتك مثال. هناك من يعترض على مثلا القروض. إحنا بنقترض نقترض ناشي. أنا معاه لأنه عنده زي ما بيقولوا تجربة سبقة في موضوع القروض. المهم أن أنا باخد القروض لي. بعمل بي إيه؟ خايدته قد إيه وفترة السماح قد إيه. لما أخد قرض بسيط جدا. ما خايدته اللي أنا كانت تذكر على 25 سبق. وبأخد فترات سماح. وباستخدم هذا القرض لبناء محطات كهرباء. ببتدي أتغلب على النقص الكهرباء اللي موجود عنه. ببتدي أصدر كهرباء. وبالتالي بيدخولي فلوس. وبالتالي أقدر أصدر القرض من حصيلة الربح اللي جاي. وبعد كده أنا بستفيد للأجيال الجاية. بيصبح القرض. في الحالة دي مش عبق على الأجيال الجاي. زي ما هي أعبارات مغلفة إحنا بنسمعها. ده مثلا بدي حتى كده مثال من الأمثلة اللي إحنا بنسمعها. الجزء بتاع طرح الشركات. هو بيقول خصقصة لا يفعل بدي. هناك فرق مختلف. أنا هنا بقيمها صح. وبترحع في البورصة من خلال شركات تقييم معترمة. وبتطبع بما يورد الله كده. بتنزل في البورصة. وجميع الشعب وأطراب اللي عايزين في كل يساهموا فيها يساهموا فيه. إذن فتجل إحنا بنقوله إن إحنا لازم ناخد أساليب جديدة. ولازم لما نعترض. طيب حلك إيه بالنسبة لي حضرتك. هو ده وجهة نظرنا. وإحنا خذنا في كل محاور اللي حطناها. وجهة نظرنا إيه؟ وإمكاني الوصول لوجهة النظر دي في ضوء الإمكانيات المتحدة. طيب دكتور ده خليني أسأل حضرتك السؤال. حضرتك تحدثت عن إنه ملفات عديدة تم التباحث حولها. وحاولتم الوصول لألية أو لأفكار جديدة لحل المشكلات اللي ممكن تكون تقابل عدة ملفات زي ما حضرتك تحدثت. عايزة أرفل حضرتك يعني من أين قتيتم بهذه الحلول؟ هل من خلال مناقشة؟ هل تم الاستعانة بمتخصصين؟ حضرتك الأحزاب عندها الإجانة النوعية. المتجانة النوعية فيها متخصصينها وفيها الخبراء بتاعها. هنا همصل لحاتك لفكرة الحزب السياسي. لأنه برضو إحنا بنتكلم في الإصلاح السياسي. إحنا لازم الأول نعرف لأن إحنا عندنا مشكلة أن مع دول السنوات الماضية أنه كثيرا من المفاهيم مش مضبوطة مش منضبطة. فالحزب السياسي بنحطه في موقعه الصحيح. الحزب السياسي لأن إحنا برضو بنسمع عبارات مغلقة. فإن الحزب السياسي هو الغرض منه الوصول للسلطة ناشية. هذاك عايز توصل للسلطة. طيب إيه بقى اللي هتعملهولي؟ هنتكلم ولا هنشتغل طيب؟ كل حزب له أهداف وبرامجه. وبناء عليه المفروض أن الشعب ينتخد حزب السياسي في البرلمان أو مبدئيا في البرلمانات أو المجال السينيارية علشان يمثل أو يطبق له الفكرة والأيدولوجية اللي في الحزب له اللي أنا منتمي لي. إذن أنا لما بيبقى عندي إلجان نوعية كل منهم بيكون عنده فكر وإنتماء يبقى لأهدافي وبرامجه. يعني إحنا مثلاً في الحزب عندنا النظام الاقتصادي اللي هو أقرب جداً عشان أبسطهم للناس للنظام الألماني. اللي هو السوق الحر الاجتماعي أو السوق الحر المنضبط. هتلاقي حضراتك أن الأفكار اللي محطوطة بالزبط واخد هذا النظام. بتكلم على السياسة التعليمية. هتلاقي حضراتك إحنا وردين من نفس الأفكار التعليمية بتاعتنا. وإذن أنا عايز أطور التعليم بطوره بأي أسلوب. إذن أنا بحسن أسلوب التعليم والبنية التعليمية نفسها. المدرسة نفسها بمعلاق ما حملش الدولة تكلفة زيادة. هناك أفكار أستطيع أن يكونوا يبقى قائم بجده. هنا بقول لحزبك لما أنا أقول أن أنا بقدم أفكار وبجيب خبراء ممبرد. لو الخبراء اللي ممبردون لا ينتموا الأهدافي ولا البرمجي إذن أنا مانش أوه زيادة. لأن هناك مراكز استراتيجيات ومراكز دراسات كبيرة بتعمل هذه الدراسات. والدولة أيضاً فيها هذا الكلام يعني. فلما أتكلم أتكلم بناء عن أهدافي وبرمجي. عظيم. دكتور عصام هل هذه الجلسات هتكون ممتدة منها مقتصرة فقط على مجموعة من الأحداث اللي بتشهدها مصر حالياً هل هتعقد بشكل دوري بحيث أن نتابع ما يستجد من أحداث؟ شوفوا في حضرتها كمان دم هو أنا شايف أن طبعاً محاور الحوار هتكون مطروكة لمجلس الأمناء اللي هو المفروض أنه هيتم تشكيله من قبل السيد المنصق العام دي رشوان. وبالتالي فأنا ما أقدرش أحد لكن إحنا مثلاً تقدمنا بمحاور. لكن هي أنا في وجهة نظر أنها مش هتخر ببرا المحاور السياسية الاقتصادية الاجتماعية وبيتخد بقى تحت الاقتصادية بما فيها السياحية أيضاً في البرمج الثقاطية الاجتماعية دي محاور أساسية بنقدم حلول ومقترحات مثلاً يعني لو قطاع السياحة مثلاً بيعني شوية فإحنا عندنا حلول ومقترحات لقطاع السياحة وخلافة. بالضبط فعندما إذن أنا بضع مقترحات أن أنا أزود أصلاً يعقد أن مصر تمتلك هذه الثروة السياحية فإحنا البلد الوحيدة اللي في العالم أن عندها ثروة سياحة ثقافية اللي هي الفرعونية بتاريخها السياحة دينية تلت أديان لا يتوفر في أي دولة سياحة شاطئية جوة عندي سياحة إلاجية بضيف عليها حكتين تاني هما لسه في السياحة رياضية وسياحة معارض لابد أن أكون محترف أن عندي موقع جمهوراثي قوي إذن فأنا بضع ذا ثانياً إذن أنا بستخدم أساليب العلم الحديثة في التسويق عندي في السياحة ليس الأساليب القديمة إذن بستخدم مسألة السوشيال ميديا إذن بستخدم ما يتح لي من إمكانيات جديدة في التواصل وبقدر أن أنا أعرض نفسي كدولة جاذبة للسياحة ده مهم جداً جداً عشان أعمل سياحة لازم أبطور نظام الطيران عندي لازم أبطور نظام الفندقة عندي هي منظومة متكاملة طيب دكتور في نقطة أنت كمان هم الحقيقة متعلقة بالحوار الوطني وهي إثراء الحياة السياسية بشكل عامل أي مدى شايف أن هذا الحوار الوطني يعني هيفيد الأطراف السياسية وهيفيد الحياة السياسية في مصر خاصة أنه الأحزاب دلوقتي بقينا منشوف فيها كمان يعني عدد كبير جداً من الشباب فبالتالي خلق جيل كمان وكوادر جديدة سياسية شوفي حزرتك أنا يعني أنا معلش أنا صريح شوي إحنا علشان نتكلم في إصلاح الحياة السياسية لازم الأول ألدأ يعني عندي زي ما قوله حزرتك الأسلوب الجديد وهو الكل أي محاولها تتم بدون إن أنا بقى تركيزي الأول على إرساء الثقافة الحزبية السياسية أولاً عند من يعملوا بالسياسة والمواطنين أنا أي حاجة هتتعمل يعني قانون الأحزاب قانون الانتخابات كل هذا الكلام مش هيفتي إيه بقى اللي أنا أقصده على عجالة كده بالثقافة الحزبية السياسية ما هو الحزب الحزب هو فكرة وهدف هو إيدولوجيا أنا كمواطن بنضمن الحزب ده مش عشان خاطر معونات أو سوريا مش معونات عشان خاطر خدمات عائلية أو كتابات ده تخصص للجامعات الأهلية لو أنا عايز أعمل خدمات للناس يبقى أنا أعمل جامعية أهلية وليس حزباً سياسية لو أنا عايز أعمل حزب عشان أقول أنا بدافع عن الحقوق والمجينين ووقعي فبس يعني ده يقتصر على ده يبقى أنا حاجة أعمل أجوب أجوب جامعية حقوق إنسان بقى وأتكلم في هذا المكان يبقى لازم وصف كل حاجة صح حزب سياسي يعني أهداف وبرامج والناس اللي موجودة بتنتمي لي وعلى هذه الأدراجات من بعد كده لأرصينا الصقافة دي ونعرف إحنا كأحزاب فعلياً دورنا إيه بالتحديد نبتجي بقى نقول حاجة بقى بقى إيه المسائل للإصلاح السياسي طبعاً بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار